تكلمت عن موضوع اليوم حديثنا عن جائزة عون للخدمة المجتمعية وهذه دورتة الثلاثعشر دورتة الثلاثعشر التي هي السنة الآن الثلاثعشر نحن الآن بدايتها من 2012 ولحد الآن والحمد لله يعني يعني لجهات التعليم طبعا هذه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبداينا الحمد لله الحين في موضوع الحوافز لموضوع العمل التطوعي في الجهات التعليمية وغرس مفاهيم التطوع طبعا من رياض الأطفال زي ما ذكرت سعود إلى الجامعات طبعا نحن عندنا الجهات التعليمية وعندنا اللي هو نحن نقول الجامعات ومراكز أصحاب الهمم هذه ثلاثة يعني المراكز اللي هي نحن استراتيجية الهلال لغرس مفاهيم العمل التطوعي فيها طبعا نحن بداية العام الدراسي نطلق المؤتمر الصحفي للمدارس هذه المؤسسات التعليمية بالتعاون مع مؤسسة التربية والتعليم طبعا لدينا تسع مراكز في الدولة كلها نعم وكل مركز طبعا قاعد تشكيل فريق لتنسيق هذه اللي هي مع هذه المدارس بعد ما يتم الإطلاق الحملة أو نقول نحن عفوا إطلاق جائزة عون بداية عام الدراسي عقوبها بدأ يعني بحثوا المدارس هاي من خلال عبر وزارة التعليم على أن يكونون يسجلون السنة هذه للمشاركة في جائزة عون يعطيكم العافية أستاذ خلفان